تفقدت وزيرة التضامن الاجتماعية دكتورة مايا مرسي يرافقها الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عمر الفقي أعمال تشييد معرض تنمية الأسر المصرية بمهرجان العالمين الجديدة ويشهد المعرض مشاركة عدد كبير من الأسر المنتجة وفناني المنتجات الحرفية اليدوية والتراثية كما ستكون هناك مشاركة لأنشطة صندوق مكافحة علاج الإدمان والطاعة والهلال الأحمر المصري وصندوق أعطاء لدعم ذوي الإعاقة وكذلك أنشطة المجلس القومي للمرأة المختلفة ومشروع تنمية الأسر المصرية هذا ويهدف المعرض إلى توفير المنتجات الحرفية والتراثية لرواد مهرجان العالمين الجديدة ويتيح فرصا تسويقية للأسر المنتجة وفناني الحرف التراثية